حرب في الداخل وتحديات في الخارج هي حال المواطن اليمني الذي يواجه وضعا سياسيا ومعيشيا هو الأسوأ في تاريخه بعد عملية السطو المسلح على الدولة في 21 سبتمبر 2014 من بين هذه التحديات توقف عشرات الحسابات البنكية التي تخص يمنيين يقيمون في الخارج معظمهم من المبتعثين للدراسة إلى جانب رجال أعمال ومواطنين عاديين دفعت بهم ظروف الحرب إلى خارج البلاد البنوك الألمانية والماليزية من أوائل من قام بإغلاق حسابات بنكية ليمنيين يقيمون في هذين البلدين والقائمة تطول لتشمل بنوكا في بلدان عربية وعالمية أخرى وتعزى إجراءات كهذه إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال إثر قرار اتخذته في مايو من العام الماضي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اجتماعها العام الثالث والعشرين من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المجموعة ذاتها حذرت من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية تطور خطير يزيد من حجم الضائقة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ولم تعد تتحمل المزيد منها في ظل ظروف عصيبة كهذه الأسوأ لم يحدث بعد فالتقارير تتحدث عن إمكانية تعرض الجهاز المصرفي في اليمن لشلال تام إذا تسعى نطق الحضر على تعاملاتها الخارجية ما قد ينتج عنه أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد